فكرة الزوجة اللي هي مثلا بتعتبر نفسها وده طبيعي جدا هي مسؤولة عن بيتها ده مملكتها عن ولادها أحيانا بتحط الزوج في خانة الولاد يعني أن هي بتكون بقى واصية عليه تقدر توجيه وتقدر تحركه خايف عليه طبعا ده أكيد مفيش مشكلة في الخوف لكن فكرة أن أنا أفرض سيطارتي دي اللي بتكون مشكلة أحيانا وده بيتنافى مع فكرة الحرية اللي كان بيتكلم عنها دكتور عنطر من شوية دي غالبا بيبقى اسمها سيكولوجيا نمط الزوجة الأم اللي هي تبنت النمط ده وأن هي بتتعامل زوجها من هو كأنه طفل من الأولاد أو ولد من أولادها الحقيقة ده بيبقى مشكلة كبيرة مع أنه أوقات بيبقى مطلوب في وقت تعب وفي وقت مرض وفي وقت محتاج رعاية أوقات بيبقى مطلوب نمط الزوجة الأم ولكن أنه يبقى تتوحد مع النمط ده على طول الخط ده من إحدى الأخطاء اللي بتقع فيها الزوجة المطلوب إيه؟ المطلوب إن هي تفهم احتياج زوجها إيه وهو كمان يفهم احتياجها إيه ده من البداية المفروض من البداية؟ من البداية لازم يكون عندهم وعي باحتياج كل طرف إيه هو احتياجه يعني الرجل يحب إن مراته تكون وثقة فيه وثقة في رأيه وفي كلامه مش إن هي قيمة بقى عليه وأفعاله أخذها على التقييم المستمر هي بتخسر علاقتها بيه كده ولكن هو محتاج إن هي تكون وثقة فيه ممكن تستخدم زكائها؟ ممكن تستخدم زكائها بين أنت اللي قلت يعني كان فيها أغنية لساميرا سعيد إن هي تقريبا هي الأقوى وهي اللي بتمشي كلامها بس عن طريقه يعني ممكن تستخدم زكائها الستات طبعا شطرة في فكرة الزكاء الاجتماعي فممكن تخليه ماشي كلامه بس بطريقته والله الزكاء ده مقبول وهو بيبقى فاهم وعارف وقابل إذا كان هو حاسس برجلته وتأديره في الآخر لأنه عنده احتياج تاني وهو التأدير فهو عنده احتياج التأدير احتياج إن هي تواجبر أراءه بتشجعها تقبله زي ما هو ما تكونش بتنتقد حاجة يعني أوقات بيبقى فيه وهم إن هي عايزة تغير 1-2-3 أو هو يغير 1-2-3 الحالي ما فيش حد بيغير حد ممكن أنا أغير نفسي أو حضرتك تغير نفسك إذا عندك القابلية أو الدفعية لده ولكن إن حد يغير حد دي من الأخطاء اللي بيقعوا فيها ما هي فيه ناس بتقول في مرحلة ما قبل الزواج هو شايف مثلا ملحوظ ده أو اتنين ويقول أنا هغير ده بعد الزواج وفاعتقد أنه هو هيغيرها ويخليها متنسقة مع أفكار ورؤية ما الأخطاء اللي بتعمل تعاسها بعد كده لأنه ما بيغيروش ومهم جدا بقى يعني فيه ناس أوقات لما بتجي تدور على التكافؤ بتدور على التكافؤ المادي وتقول إحنا كده متوافقين التكافؤ المادي توافق على المستوى العلمي ده مهم ولكن اللي أهم منه هو التوافق على المستوى التكوين النفسي والاجتماعي والمعايير المعايير يعني إيه فيه شخصية رجل مثلا اتربى بطريقة عنده أدبيات معينة وعنده أدبيات معينة يحب أو يرتبط بامرأة تكون عاشت في مجتمع منفتحة فهو دايما يتحفظ إزاي زي السوشيال ميديا زي مع موضوع الحلقة فتلاقي مثلا إيه عندها مجموعة أصدقاء ودايما بتبدي رأيها السياسي والاجتماعي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وحد بيرد عليها فيه رجل ممكن يشوف إن ده نوع من الانفتاح الغير مرغوب فيه وهي شايفة إن دي حرية رأيي وتعبيره أنا عملت إيه غلط فهي مفهومها إن ما فيش حاجة غلط وهو كمان مفهومه إن هو متحفظ اختلاف ثقافة اختلاف ثقافة فالتوافق في المعايير من الاختيار من البداية والتكوين النفس والاجتماعي ده مهم جدا ترجمة نانسي قنقر